أهلا بحضركم من جديد وفقرة ترند الترند ترند الترند بالتأكيد النهاردة هيكون أبرز موضوع الناس كلها بتتكلم عليه في سوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة وهي نتائج الاجتماع الذي جرى بالأمس في مقر التحاد القرى من خلال اللجنة السلسية مع مندوبي أنديت الدوري الممتاز لبحث كيفية استكمال الموسم والخطوات المزمع اتخذها خلال الفترة القادمة طيب رغم كل التفاصيل اللي اتقالت والتصرحات الإعلامية اللي اتقالت من مبارح لكن النهاردة الصبح المهندس أحمد مجاكر ليه تصرحات إذاعية قال فيها كلام مهم جدا ما ينفعش يعدني أنه فيه تفاصيل في الكلام ما بين السطور مهمة جدا أول حاجة تسأل على مباراة السوبر المصري قال السوبر المصري سيقام عاقب نهاية الموسم وربط الأمر أنه ليه علاقة بالشرق الرعية وأن الشرق الرعية بتفكر ممكن تلعب السوبر المصري خارج مصر عملا هو قال تفاصيل ممكن وجهة نظره من ناحية إقامة مباراة السوبر ممكن تكون صح لكن في نفس الوقت أنت هتلعب السوبر المصري بعد نهاية الموسم وده الموسم الماضي وعندك سوبر مصري جديد بعد نهاية الموسم الحالي يعني ممكن تلعب السوبر بقيمة جديدة لمسم جديد مع سوبر آخر للمسم القادم بنفس القيمة يعني يفضل كان السوبر المصري يتلعب خلال الفترة القادمة خاصة أنت كنت تحاطت معاد من البداية وبعاكد أخرته أو لغيته لما حطيت المعاد في البداية أكيد كان فيه تنصيق مع الشرق الرعية واكيد كان فيه تنصيق مع المسؤولين بخصوص تحديد موعد السوبر لكن إرجاءه لنهاية الموسم بعد الدور والكاس خد بالك ده فيه سوبر إفريقيا لسه 24 تسعة فانت الموعد ده المفروض كان يتحطي دلوقتي حتى لو انت عندك زحمة في الأجندة بالنسبة لمباراة المحلية دوري أو كاس